تفاصيل بتقول تخوفات واعتراضات تفاصيل كاملة لمصير اتلاف دعم مصر السياسي كشف عدد من قيادات اتلاف دعم مصر عن دراسة تحويل اتلاف دعم مصر صاحب الاغلبية البرلمانية الى حزب سياسي يضم عدد من الاحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الاتلاف خلال الفترة المقبلة واكدوا انه هتم منقشة الامر بشكل مطول داخل المكتب السياسي الاتلاف المهندس ال ايه محمد زاكي السويدي رئيس ال ايه برضو اتلاف دعم مصر قال في تصريحات خلال تواجده بحزب الوفد الاعتلاف سيعرض تحويل الاتلاف الى حزب سياسي او اندماج احزاب جوه الاتلاف في كهان حزب واحد السياق متصل كشفت مصادر داخل اتلاف دعم مصر ان قيادات حزب مستقبل وطن وعلى رأسهم سيادة النائب اشرف رشاد عثمان لا بجد والله ده تشابه اسماء ولا هو فعلا ابن رشاد عثمان يعني هل هو ده ابن رشاد عثمان متع اسكندرية ولا ما هو رشاد عثمان كان من الصعيد ايوه رشاد عثمان اصله صعيدي مش اسكندراني ده اصله صعيدي راح يشتغل في من البصل شيال وفضل طالع على دراعه لحد ما بقى استولى على اسكندرية وبعدين السادات قال له اسكندرية امانة فرقابتك يا رشاد اوه كان واحد اسم فاوزي معاز كان محافظ اسكندرية وقتها ما هو رشاد عثمان اصله صعيدي يعني بالبحث والتنقيب طالما طلع الاشرف رشاد ده صعيدي ربما بالبحث والتنقيب نوص النتيجة اعتردوا قال ايه على فكر التحويل الاتلاف لحزب السياسي وهددوا بالخروج من الاتلاف حال دمج ايش عارف ايه انما المهندس حازم عمر خلي بالاخ بالاسم بقى رئيس حزب قال ايه الشعب الجمهوري مش مرحب بالفكرة الدكتور حسين ابو العطى اسم جميلة هو نائب رئيس حزب المؤتمر ده كان بتاع عمر موسى الحزب ده احد احزاب اتلاف ده عن مصر قال ان حزب المؤتمر سيرفض الانضمان لو انت قاعد في مدرجات الدرجة التالتة وبتقرأ الخبر ده تحس ان الناس دي احزاب فعلا ولو انت حسيت انهم احزاب فعلا تبقى انتهبل وتروح تكشف على مخك يا عم دي احزاب تم تصنيعها داخل مباني الامنية المقابرات وامن الوطني والدخلية انا هنمثل لو جايني يقول لك ايه هقل نرفض الضم يا عم خد تعالي انت هو على افاة اي زبط في الامن الوطني على افاة وحسين ابو العطى او اشرة فرشان دول وقعد انت هو جنب بعض جنب بعض يلا جنب اخوك حزب واحد لكن انت بقى او انت ما تعرفش ها هتقول عادس صح اللي ما عرفش يقول عادس انت بتقول عادس فيقول لك ايه قال ايه ورفض فكرة انت استعبط هتعملوا رجال ولا ايه على رأي رأيه هتعمل ابو احمدات ولا ايه وابو احمد ده اسم الفتوف اسكندريا لا ده انتوا وكلكو صبيان الامن واذا الامن اذا الامن يوما اراد الحياة فلا بد ان تستجيب الاحزاب ما تمثلوش انزم مع المصرح وكلم الناس وقف جنب اخوك حزب واحد خلاص يبقى حزب واحد ده اذا الامن اراد يعني وهتبقوا الشركة القبضة للاحزاب في مصر وخلاص على كده يعملوك وثلاث احزاب يعملوكوا حزبين على رأيه الست اللي قالت جوزي وانا حرة فيه جوزي افريدي واثنين عادي يعني فانتوا عادي ما تهزروش بقى ما تضعوش وقت اشتركوا في القناة